تساؤل مشروع جداً عند المسلمين في مسألة القضاء والقدر مش ممكن ربنا يكون كاتب علي ذنب وانا مهما حاولت أتوب مش حارف أطلع منه بص قبل ما أجاوب لك على الحيرة دي ربنا سبحانه وتعالى صاحب الجمال والجلال والكمال إله كامل لا يخطئ فالطبيعي إن الإله الكامل لا يخطئ الطبيعي إنه ما يعملش صغائر معاصي صغيرة طبيعي أكتر إنه ما يعملش كبائر والظلم في جميع الشرائع السماوية اللي ربنا نزلها كبيرة فمش ممكن الله يستحيل إنه يظلم الظلم من الكبائر عشان كده قال على نفسه كتير في القرآن إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون فلازم قبل ما نتكلم هل ربنا كتب علي ذنب غصب عني ولا لأ أسأل نفسي هو ممكن ممكن ربي يظلمني سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرة جل في علام وما ليه الحكاية بني آدم ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه يعقل صاحب قرار وبعدين أنزلوا شريعة علشان يختار طريق ربنا أو البني آدم يختار طريق تاني بس بص بقى هذا العقل اللي بيختار بالمنطق ويشوف المفاسد والمصالح لما ربنا نزل له شريعة اختار له أنبياء ورباهم على عينه سبحانه وتعالى فما تلاقيش النبي مثلاً عنده فضيحة فأنت تجي تقول إيه بس مش مقتنع بيك قوي كلهم كانوا كمل علشان البشر بالنسبة لهم تيجي الأنبياء ينبهروا بشخصيتهم وعلى رأسهم الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فدي أول حاجة تشد العقل رقم اثنين أنزل معاهم شرائع منطقية رحيمة بحيث لما تسمع الكلام ده تقول آه الكلام ده يقيم الحضارة ويصلح النفوس ويقربها من بعض الكلام ده حلو قوي وكان المشركين يقولوا يا سيدنا اللي بيحنا مصدقينك بس في حاجات كده مش عايزين نبطل خمرة ومش عايزين نقعد مع الغلابة عايزين نبقى كبار كده حتى لو أسلمنا فيبقوا مصدقينه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون مش عاجبهم أنهم يبطلوا أخطاء معينة بس مصدقين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالعقل زي من المصري كده اشترى الفكرة زي ما بيقوله فلو انت خدت بالك أنبياء كمل شريعة منطقية رحيمة وجوه الإنسان اتحط الاستعداد للطريقين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونفس وما سواها فألهمها وده الاختبار اللي في الدنيا فجورها وتقواها اللي هيستقبل الشريعة ويشتغل على نفسه ويصلح نفسه قد أفلح من زكاها والله يرفض كلام ربنا وينشغل بشهوته وشيطانه هو اللي يسوءه وقد خاب من دساها ببساطة فواحد يقولي لا ما ربنا شاء أنه يكتب علي الزنب ده وما تشاءون إلا أن يشاء الله أقولك شاء الله أن يكون لك إرادة والنهاردة لما واحد فينا يقول ما ربنا كتب علي الزنب ده أعمل إيه هيجي يوم القيامة يقول كنا متناقض للمشركين قالوا كده وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ما الأنبياء كلموكم بكلام واضح مقنع جدا فييجي الشخص اللي بيقول ربنا اللي كتب علي الزنب يجي يوم القيامة يقول كلام متناقض أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أنا أصرت كتير في حق ربنا وإن كنت لمن الساخرين بص التناقض أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ما هو اللي كان كتب علي الزنب ما تحترش القرار قرارك يوم القيامة هيبقى في كلام متناقض أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة تبرجعني وهبقى كويس فأكون من المحسنين بلى قد جاءت كآياتي كانت الآيات واضحة على لسان رسل كمل وآيات منطقية ورحيمة والاختيار عند الإنسان فزي ما أنا لو عايز آكل بروح أدفع فلوس واشتري أكل عشان أشبع باخد بالأسباب ولو عايز أبقى غني باشتغل وحوش ولو عايز أخلف بروح أتجوز علشان أعرف أخلص ما ألأخذ بالأسباب لو عايز تتحرر من ذنب ما تقعدش في مكانه وتقول غصبا عني وقعت لو عايز تتحرر من ذنب روح يسأل أهل الخبرة إزاي أفر من ذنب زي ده فالموضوع مش محتاج أن أنت تكون حائر المعصية اختيار والخروج منها قرار وطلب المدد والعون من ربنا سبحانه وتعالى هو الملجأ الوحيد